إذن بداية صرح وزير والطقاء ورئيس مؤتمر الدول المصدرة للأوبك محمد عرقاب اليوم السبت بيل جزائر أن لوباء كورونا أثراً سلبياً على الطلب على النفط والأسواق البترولية معلناً أن اللجنة التقنية للأوبك وغير الأوبك قد أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج لغاية نهاية سنة 2020 وقال الوزير أن وباء كورونا أثر على النشاطات الاقتصادية وخاصة قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئاً في المنطقة الأسيوية وتدريجياً في باقي دول العالم وفي هذا الشأن أكد رئيس الأوبك أن اللجنة التقنية المشتركة للأوبك وغير الأوبك قد أوصت إثر اجتماعاً الذي قام ثلاثة أيام بمقرها بفيينة بتخفيض إضافي للإنتاج إلى غاية نهاية الثلاثة الثانية من هذا العام مؤكداً في ذات السياقة دعمه لتوصيات الأجنة ترجمة نانسي قنقر